منتوجات المشحونة قيداء المراجعة على حسابك الخاص علي إكسبرس اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال إتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها للتعرف على هذه الطريقة على حسابك الخاص علي إكسبرس سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على المشحونة هنا ثم بعد ذلك سوف يأخذنا مباشرة إلى هذه النافذة الخاصة لمنتوجات المشحونة هنا لا يوجد لدي أي منتوجات ثم سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على قيد المراجعة وهنا سوف تجد يعني منتوجات مشحونة قيد المراجعة وهنا كما تروا لا يوجد لدي أي منتوجات ولكن إذ كانت توجد لديك سوف تجدها في هذه النافذة الخاصة وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص على إكسبرس